اشتركوا في القناة طبعا جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين الحقيقة طبعا كانت كلمته واضحة جدا وشاملة في مد جسور المحبة والإخاء والعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الملكية ومع الدول الصديقة وبيّن جلالته الحقيقة في كلمته العقلانية أن لا يمكن بأي حامل الحوال أن نستغني عن العلاقات سواء كان مع دول الجوار أو مع الولايات المتحدة الملكية أو أيضا مع دول أوروبا فجاءت كلمة جلالة الملك الحقيقة الضافية وعيضا هادفة باعتبار حقيقة أن البحرين تعتبر من الدول الحقيقة الاستراتيجية التي دائما ما تقف مع السلام وتقف أيضا مع العلاقات الاستراتيجية سواء كان مع أمريكا أو أوروبا أو أيضا حتى دول آسيا وعلى أساس ذلك تحدث جلالة الملك حمد بن عيسى في هذه القمة كونه الحقيقة يمثل يعني يعني دول العقل ودول القرار في المجلس التعاون لدول الخليج ومن هذا الحقيقة أن أفخر الحقيقة بقادتنا في مجلس التعاون الخليج عندما يتحدثون فهم يتحدثون باسم شعوبهم نعم إذا انتابعنا سيد أحمد معكم مجريات قمة جدة للأمن والتنمية ما هي قراءتكم لأبرز مضامين البيان الختامي لقمة جدة أعتقد الحقيقة أن قمة جدة للأمن والتنمية تعطي الحقيقة رسائل مهمة جدا لتأمين الأمن الدولي وخاصة فيما يعني بالطاقة وغيرها ولا شك أن الدول في كافة دول العالم تعتمد الحقيقة على الطاقة باعتبارها أنها تستطيع أن تحقق كثير من التنمية المستدامة للشعوب والدول التي تعاني الحقيقة إما من قلة الموارد أو كذلك أيضا من الحروب الداخلية وعلى أساس ذلك الحقيقة جاء بايدن الرئيس الأمريكي ملتقيا حقيقة برؤساء مجلس التعاون بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العيز وبحضور أيضا الرئيس المصري وملك الأردن وكذلك أيضا الرئيس العراقي رئيس الوزراء العراقي هذه القمة الحقيقة وهذه الكلمات التي تسيق في البيان اليوم الختامي دليل على أن رؤساء مجلس التعاون الشيوخ والقادة يدركون تماما أهمية الحقيقة الأمن الدولي وخاصة فيما يعني بتأمين الطاقة ووصولها إلى أهدافها التي من شأنها الحقيقة تحقق أهدافا استراتيجية وأعتقد أن الرئيس بايدن يدرك ويشعر حقيقة أهمية هذا الأمن الذي مع الأسف الشديد اخترق في كثير من المناطق البحرية التي يعني تعاني من كثير من المرتزقة الذين يصلون إلى أهداف سيئة جدا مما يبطأ الحقيقة وصول الطاقة إلى الدول التي يعني لها مصالح مهمة جدا لشعوبها نعم إذن كنت من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد ركبان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة